زيارة همة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اهتمت بها الصحافة المصرية وركزت على أهميتها في هذا التوقيت وعلى الملفات المتوقع أن تتناولها الزيارة والمباحثات المزمع عقدها بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة والمقرر لها يوم الأحد القادم كأولى المحطات للزيارات الخارجية لذلك يكون بها لتؤكد الجميع بأن العلاقات المصرية والسعودية علاقات جيدة وأن السعودية ومصر بينهم ترابط قوي العلاقات المصرية السعودية في الماضي وحتى هذه اللحظة تمثل عمود الخيمة العربية صحة وسلامة مصر والسعودية بيعني على طول سلامة الجسد العربي قوة العمل العربي المشترك وتعد الزيارة هي الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة منذ أن أصبح وليا لعهد المملكة وستبحث ملفات همة في ظل تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وفي إطار التنصيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة تجاه هذه الملفات تمر منطقتنا العربية حاليا بالعديد من الأزمات والتحديات الكبرى تتطلب وتجعل من التعاون والتكامل والتفاهم المصر السعودي ضرورة حقيقية في ظل التشاور المستمر بين مصر والمملكة تأتي هذه الزيارة القادمة للأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة والتي تكتسب أهمية كبيرة مع التطورات الأخيرة على الساحتين العربية والإقليمية والتنصيق بين المملكة ومصر تجاه هذه التطورات أصام عبد المقصود الإخبارية القاهرة القاهرة